مكينة للف بكر الهيوض وانتشر منها جداً البلاستيكي عندنا في مصر وأكيد عندكم انتو في العالم العربي موجودة وبكتير السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله ياربكم بألف خير اهلا بيكم ومعلومة جديدة معلومة النهاردة بتتكلم عن المكينة دي تحديداً وفعلياً حلوة وفي ناس كتير عجباها المكينة دي وتحفة فنية وهقولكو مكينة تانية شبهها فعلياً الاتنين بيقضوا نفس الغرض ولكن انا ميالة للتانية اكتر من دي بس هقولكو عيوب دي وعيوب التانية ومميزاتهم ان شاء الله دي مكينة للف الخيوط وفعلياً بتصرع علي الاداء قوي ان انا قاعدة لف فبسرعة بسرعة بسرعة في اقل من دقيقتين بتكون لفت بكرت خيط وبسرعة تعملها طبعاً طوال محلات بيجيبوها كتير وبيلفوا بيها الخيوط اللي هي بتكون وزن عشان يسرعوا الاداء وطبعاً لان انت مش اول زبون ولا هتكون الاخير يعني فاكيد عايزين بيبقوا عايزين يماشوا الناس اكتر فبيستخدموا المكينة دي دلوقتي ما بقوش بيلفوا زي الزمان بصراحة هي حلوة وعملية بالنسبة للمحلات طيب بالنسبة لي انا بقى في البيت انا احب المكينة دي ليه؟ اولاً خشبية يعني ما بتسألونيش ليه انا بكره البلاستيك ولكن فعلاً البلاستيك بحس ان مادة رخيصة كده ما بحبش هلمسها كتير وما بحبش ان هي تكون موجودة عندي وتعامل بيها يعني على طول صراحة بحس ان مادة كده ضمرت كل حاجة حوالينا وخلتها يعني ايه اقل جودة واقل شياكة في المنظر للامانة يعني المكينة دي بقى بتيجي على سير السير ده انا بحطه وزي ما نشايفين فيه عجلة وفيه يد وكل التفاصيل التانية وفعلياً لو حاجة بازت منها انا اقدر اصلحها بسهولة عكس المكينة البلاستيك المكينة البلاستيك مفهش كل الحاجات دي ففعلياً لو انا مش بعرف اعمل كل ده هرايح دماغي واروح ااخد البلاستيك تمام تثبيت التانية سريع وما بتاخدش حيص ولكن دي مش بتتسبت وبتاخد حيص النتيجة بتاعت الاتنين واحدة تمام ولكن زي ما قلتلكم انا فضل الخشب اي قطعة في المكينة الخشبية هتقدري تصلحيها او تروحي عندي نجار وتعملي شبيه لها بالزبط وتستخدميها عادي وتفضل معاكي مدة فضيعة يعني مدة اللي بقسة بها بجد التانية هي كلها كده على بعضها مقفلة ويعني ايه مش هتقدري تعرفي ايه العطل اللي حصل فيها لو اي جزء منها نطر او هي اصلا وقعت القصر يعني هي مبتقعش يعني تتكسر لان هي طبعا لها تثبيت زي الجزء ده كده زي الشمسية الصوف بيبقى لها تثبيت من تحت ولكن فرضا ان هي وقعت مثلا حاجة اختلت فيها لان اكيد هي ماشي على جزء دوار الجزء الدوار ده لو حصل له اي حاجة انتوش هتعرفي تصلحيها فترميها وتروحي تشتري الغرام سعر دي بالنسبة لدي الفرق مش ضخم جدا بالنسبة لهم هناك وبالنسبة لنا احنا هنا نقدر نوفر البلاستيكي اكتر من الخشبية ولكن لو عندك نجار تقدر تعملي الخشبية لو فهمتي الشكل بتاعها بالقطع بتاعتها تقدر تنفذيها عادي جدا وبس معلومة النهاردة تكون خلصت الاتنين ليهم نفس المزات ولكن ميزة البلاستيكي انهم مش بتاخد حيز ميزة التانية ان هي بالنسبة لي انا خشبية ما فيش اي ماتريل فيها مزعج او ملوس للبيئة وده مهم بالنسبة لي للامانة دي من بتاخدش حيز دي بتاخد حيز النتيجة بتاعت الاتنين واحدة بالنسبة للشكل النهائي لبكرة الخيط وبس معلومة النهاردة تكون خلصت اشوفكم ان شاء الله في فيديو ديد ومعلومة جديدة ما تنسوش اي حاجة بنتكلم عنها هتلاقوا الرابط طبعها موجودة في صندوق الوصف ولو بتشوفوني من على تيك توك او الانستة هتلاقوا اللينكات موجودة في البيو مع السلامة باي اشتركوا في القناة